هنبدأ فورا بالسؤال الأول يا دكتور لو سمحت بنتي عندها شهر ونص بترضع طبيعي شهر ونص بترضع طبيعي وكانت بتسرخ طول الليل كشفت في الصحة وقالوا طبعا شكرا انك كشفتي على طول لانه دي في ناس كتير يبتدوا ايه في السن الصغير يقولوا ايه ما والاطفال كلها بتعيط انما ده وعي كويس قوي من حضرتك ان حضرتك روحتي كشفتي نرجع للسؤال كشفت في الصحة وقالوا اللبن قليل ودوني لبن واول امبارح قدتها رضعة بالليل فضلت تطلع غازات بس ما عملتش ستول اللي هو البراز يعني غير تاني يوم بالليل لما خدت رضعة تانية والنهار ده نفس النظام ايه الحل يا دكتور لو سمحت هي طول النهار بتطلع غازات وبتعيط جامد جدا او بتعيط جامد يعني طيب مبدئيا كده الف سلامة على بنت حضرتك هنقول بس معلومة في الاول مهمة لانه بنترجم الكلمة اللي تقالتلك في الصحة لما قالوا لك انه اللبن قليل او ان اللبن مش مكفيها الزيادة الاسبوعية يا جماعة عند الاطفال بتتحسب بطريقة محددة او الزيادة في الوزن يعني ما بتبقاش كده يعني عشوائية الزيادة الاسبوعية في اول تلات شهور من عمر الطفل زيادة الاسبوعية بتكون متين جرام وتحديدا يعني اذا اردته الدقة 198 جرام يبقى المفروض الطفل اللي عنده شهر ونص واحنا اتفقنا قبل كده في حلقات سابقة قلتلكوا ان احنا الشهر عندنا في الطب بتحسب بالاسبوع فالشره ا4 اسابية كل الشهور عندنا ا4 اسابية فيبقى لما الطفل المفروض يكتسب 200 جرام في الاسبوع يبقى في 4 اسابية المفروض يكتسب كام 200.4.800 جرام نص شهر يبقى كام 200 و 200 يبقى ربع مية يعني المفروض ان احنا بنضيف 1200 جرام يعني كيلو و 200 جرام على وزن الولادة دي طريقة عشان حضراتكم تحسبوا بيها يعني كل الناس اللي عندهم اطفال في اول 3 شهور احسبوها بالطريقة دي بنحط وزن الولادة بنحط بعد كده الاسبوع بـ 200 جرام عشان نعرف الوزن المثالي وبالتالي نعرف بقى ابننا او بنتنا وزنهم قد ايه من الوزن المثالي هل هم اكتر ولا اقل ولو اقل اقل بقى ايه وهكذا يبقى دي اول معلومة بس حبيت ان انا اقولها لحضراتكم وقولها طبعا لصحبة السؤال تاني معلومة انه من اسباب الغازات يعني ان الطفل لما يبقى عنده غازات كتير الرضاعة الخاطئة يعني ايه بقى الرضاعة الخاطئة دي حاجة مهمة اوي احيانا الامهات وهي بتردع الطفل طبعا الامهات ممكن يكونوا معذورين لان دي بتبقى كتير من الامهات بيبقى دي اول تجربة بالنسبة له فالطفل بيتعلم الرضاعة والام بتتعلم ازاي تردع طفلها سواء ابنها او بنتها اهم درس في الرضاعة السليمة ان الطفل يكون بيرضع يعني حلمة الثادي تكون في منتصف الفم ما تكونش في احد الجوانب شايفين انا بحط اصبعي فين كده لو الطفل بيرضع كده حلمة الثادي موجودة في اليمين او الشمال مش في النص هيرضع هوا فرضاعة الهوا دي مع الرضاعة بقى اللبن سواء اللبن الطبيعي او اللبن الصناعي بيدخل الهوا ده فده بيعمل غزات يبقى احنا لازم نراعي الحكاية دي كويس اوي في حاجات تانية ممكن تعمل غزات او ممكن تعمل قلم طبعا للطفل وعلى فكرة الغزات او القلم بيكونوا ملحوظين ممكن ان الطفل ما يعملش غزات بس يبقى بيتقلم وبيعيط يعني هقولكو دي بعد شواء صغارين اوي يبقى عنده غزات على فكرة او يبقى عنده مغص غير انه هيكون يعني بيرضع غلط ممكن اطفال بترضع صح ايه هي اكل الام لو الام بترضع طبيعي الاكلات اللي هي فيها محتوى من الدهون كبير او الاكلات اللي فيها توابل كتير وتحديدا التوم والبصل كل ما الام كلت الحاجات دي كتير وهي بترضع رضاعة طبيعية ده يعمل مغص عند الطفل يبقى المفروض ان حضرتك في اكلك تكوني معتدلة جدا في التوابل وتحديدا في التوم والبصل ومتكليش حاجات لها محتويات دهون كتير الدهون مش بس موجودة في اللحوم او الدهون موجودة مثلا في الكريمة موجودة حتى في الشوكولاتة يعني اي حاجة فيها دهون الجبن الكتير دي برضو وحشة لان المحتوى بتاع الدهون في الجبن بيبقى عالي اوي تمام لكن انتي قلت بقى نرجع للسؤال انتي قلت انك رحتي الصحة وكشفوا وقالوا لك لازم ندي لبن صناعي بقى معنى كده ان هم لقوا ان وزن طفلتك مش محقق الوزن الطبيعي او المثالي فقرروا ان هم يكتبوا لك نوع لبن صناعي تسعدي به ودي هنا في الحالة دي اسمها الرضاعة التكميلية بنكمل رضاعة حضرتك برضاعة صناعية تمام لكن اذا حصل تغيير في معدل مرات التبرز في مرات البراز يعني انتي لاحظتي ملحوظة زكية وقلت هي ما عملتش اللتاني يوم بالليل لما خدت الرضعة ونفس الحكاية النهاردة اذا حصل تغيير في معدل مرات البراز لازم تغيير نوع اللبن الصناعي لان فيه البان بتعمل امساك عند اطفال وقلبان تانية ما تعمل يعني نفس النوع ما يعملش عند اطفال تانية عشان كده الالبان الصناعية انواع موجودة في الاسواق انواع في الصيدليات هتلاقوا انواع كتير ليه؟ علشان نراعي الحكاية دي فاذا لاحظتي انه حصل تغيير عن نمط الاخراج يعني لو بنتك مثلا كان بتعمل مرتين في اليوم او بتعمل مرة في اليوم او بتعمل ثلاث مرات في اليوم ايا حاجة بقى انت اللي تبقي مقررة انت اللي عارفة اذا حصل تغير عن ده ده بيبقى مؤشر ان اللبن الصناعي ده لازم يتغير فانت حضرتك اما انك بترجعي للمكان اللي كشفتي فيه او بتروحي لدكتور تاني وبتقول له انا اللبن الصناعي اللي بنتي بتاخده بيسبب لها الامساك فاحنا عايزين نغيره لان الانواع تغيير اللبن دي شغلانة الدكتور مش شغلانة حضرتك ولا شغلانة الصيدلية مع احترامي طبعا الشديد لكل الاطراف يعني تمام في حاجة تانية بس اطراعيها انها بتسبب الامساك مش احنا قلنا خلي بالك من اكلك عشان الغازات طيب انت ممكن وانت بتاكلي حاجات تعملي امساك للطفل يبقى اللبن كويس وكل حاجة اللبن الصناعي ممتاز لكن انت مثلا لو بتاخدي فيتامينات فيها حديد الحديد بيعمل امساك او بتاكلي اكلات كتيرة فيها حديد وانتو بقى اكيد شطار دلوقتي من حلقات التغذية عارفين المصادر بقى الغنية بالحديد لو بتاكلي حاجات فيها حديد كتير ممكن ده يعمل امساك لحضرتك وللطفلة اذا كان يعني طالما انها بترضع منك رضاعة طبيعية وبنكمل بس بالرضاعة الصناعية عايزة الفت نظرك برضو انه مش شرط الرضاعة الصناعية تكون اخر رضعة ده مش شرط انت ممكن تنوعي على فكرة وده على فكرة لما بنغير معاد الرضعة ممكن يحصل تغير وتنتظم عملية الاخراج عند الطفلة فانت جربتي انك ترضعيها بالليل تبقى اخر رضعة طبما تجربي انها تبقى في نص النهار او في بداية اليوم يعني انت حرة ما تربطيش الرضاعة الصناعية انها تكون اخر رضعة تمام عايز برضو اقول للحضراتكم بقى حاجة بمناسبة انها بتقول صاحبة سؤال بتقول هي بتعيض جامد العياط او البكاء له اسباب بناء على الانواع هو العياط له انواع اه طبعا احنا قلنا قبل كده فيه تلت انواع رئيسية من العياط او تلت انواع اساسية من البكاء البكاء اللي هو العياط ايه هي عندنا بكاء الجوع بكاء الغضب وبكاء الالم طب بنميزهم ازاي عن بعض طبعا انا بقول للحضراتكم بس انتم بعد اسابيع قليلة وشهور قليلة واي ام دلوقتي او اسرة عندهم طفل هيعرفوا كلامي كويس وقولولي اه احنا بقينا شطار جدا بقينا نعرف من الصوت السبب العياط ايه من الصوت ليه بكاء الجوع ده اشهر طبعا النوع بيبقى مستمر ومتصل على طول وبياخد ثانية او ثانيتين الطفل عمالي عياط يعني موجة العياط يعني نسمع صوت العياط ياخد ثانية ثانيتين ويتكرر شفتوا انا بعمل ازاي صوت اهو عمالي يكرر تمام وطبعا بيختفي او بيقل لما الطفل يرضع طيب هو فيه انواع تانية اقولنا فيه نوعين فيه عياط اسمه عياط الغضب ان الطفل متدايق طفل الصغير ده متدايق طبعا طفل بتدايق من حاجات كتيرة قوي ممكن يتدايق بي عايز يتشال ممكن يتدايق مش عارف يرضع مش عارف يرضع بيبزي المجهود عشان يرضع ممكن يكون لبا حضيك قليل زي ما قالولك في الصحة فمش عارف يرضع ممكن يكون عايز يغير خلاص ممكن يكون متشال بطريقة غلط اسباب كتيرة قوي تخليه يغضب بكاء الغضب ده بنعرفه ازاي بقى حاجة مهمة جدا هو زي بكاء الجوع بس مميز عنه في حاجة مهمة قوي ان احنا بنسمع صوتين بنسمع نبرتين صوت في الموجة الواحدة من العياط يعني زي ما انا هعمل كده خلاص سمعتوا الصوت ده بنسمع صوتين مش صوت واحد تمام اما بكاء الالم فده بقى نوع لوحده خالص اللي هو عند حضرتك بقى ممكن يبقى فيه ميكس على فكرة او خليط ما بين الانواع كلها ممكن يبطف لجعان وغبان ومتقلم فبتسمعي كل الحاجات مع بعض بتسمعي اوركسترا يعني سيمفوني بعد الشر طبعا على كل الاطفال من العياط بكاء الالم بقى بنعرفه ازاي أعلى واحد في الصوت أكتر صوت عالي فيهم أعلى من صوت الجوع وأعلى من صوت بكاء الغضب تاني حاجة أنه طويل الموجة نفسها تلاقيها أن الطفل بياخد فيها من ستة أو سبع ثواني وتلاقي ما بين كل موجة عياط والتانية الطفل إحنا بنقول بيتشحتف أو أنتوا بتقولوا بيتشحتف هو بيعمل كده علشان يعرف ياخد نفسه علشان يعرف يتنفس وبرضو في حاجة مهمة أوي أنه بيكون مفاجئ على فجأة كده يعني تلاقي الطفل هادي وقاعد في أمان الله فجأة عيط بكاء الجوع لا بكاء الجوع بقى اللي هو الأولاني تلاقيه يبتدي هادي كده وبالتدريج ما بيزدش كمان في الصوت أوي بس تلاقيه بالصوت كده واطي يعني أو منخفض شوية وعني يبتدي يعلى شوية بشوية بكاء الألم كمان بيتماس بحاجة إذا كان الألم ده نتيجة المغص والمغص ده قولنا مغص يعني بعد شر مثلا إمساك أو بعد شر يكون غازات أو كده ممكن تلاحظوا ركفة أو رعشة في بطن الطفل لو إحنا بنغير له على حاجة تلاقوا بطنه بتعمل زي إيه دي كده بصوا بتعمل إزاي كده وتلاقوا واخد رجلين حيط بطنه فنعرف ونتأكد إن ده بكاء الألم تمام كده جاوبنا على أول سؤال وألف سلامة طبعا على بنت حضرتك